يوصف السيد الكاظم بأنه الرجل الذي يعرف بواطن المشاكل الأمنية في العراق يعني وبواطنها بالكامل برأيك سيقدر يوصل يعني يفك شفرات هذه الأمور المتوترة أمنية تحديداً في العراق و سيوصل إلى عراق آمن مستقر تتكلم تحديداً عن الوضع في العراق بمضط يعني إذا حسبنا حسابات الزمن بتطبيق أي نوع استراتيجية ممكن أمنية أنه ممكن تحاول وضع يعني ضرف يختلف أنا اللي يعيش البلد نتحدث عن وضع العراق كون أن بدأ انفتاحها على السعودية والبلدان الأخرى يعني هو هذا المنطلق بمعنى إذا تكلمنا عن عام الوقت هل يمتلك الكاظمي يعني ممكن إحنا بمنتصف 20-21 الانتخابات المبكرة ستكون بشهر العشر فبمعنى هذا الزمن هل سيكون كافي أنه ممكن لأي نوع استراتيجي أمني أنه ممكن تطبق فبالتالي العمل بمعنى سيكون بحاجة إلى قوة حقيقة كبيرة جدا حتى ممكن نحقق هذا النوع من الاستثباب الأمني اللي بحاجة أن يرتكز على أساس استقرار وخطاب موحد سياسي حقيقة لاحظنا لحد الآن للأسف الساحل العراقي لا يتمتلك هذا النوع من الخطاب السياسي الموحد لأنه يعني كنا الآن خرجنا من مسألة الموازنة والاضطرابات اللي كانت بيها انتقلت من مسألة موازنة اقتصادية لاضطراب سياسي وتحديد بعض المنح كيف يكون تقسيمها فالآن المهمة هل ممكن السيد الكاظمي أن يكون أو يمتلك الإمكانية في أن يضع برنامج أو رؤية في مسألة الاستثباب الأمني لنهاية هذه السنة يعني يفك شفرات خلقوا لهذه الشفرات التوتر في المنطقة تحديدا يعني إذا قدر يفكر رح نقدر أن نوصل إلى عراق آمن رحنا بجانب كبير جدا لكن إذا تكلمنا عن العراق تحديدا فالمهمة لا زالت يعني مو سهلة أمامها هو أكثر إلماما بالوضع الأمني في العراق تحديدا فبمعنى أنه كان يعني هذه واحدة من خلينا نسجلها النقاط اللي ممكن يعني انشخص يعني هذه المسألة أنه كان مفروض يركز على كم جانب في المرحلة اللي هو في بداية حكمة وإدارته لأنه لا يمكن أنه في المرحلة اللي يعني صار بها بعد يعني الرئيس السابق رئيس الوزراء السابق أنه ممكن يعمل بمسارات كثيرة جدا فشتت الجهد كان مفروض يكون هناك تركيز بالجهد على أولا الوضع الأمني اثنين مسألة محاربة الفساد اللي ممكن كان يهيئ إلى مرحلة أفضل استقرارا وأكثر استقرارا في قادم الأيام